أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدراسات البحثية كمرتكز لبناء الاستراتيجيات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتدعم الرؤى المشتركة لمختلف القضايا على جميع المستويات بما يحقق التطلعات المنشودة منوها سموه بدور هذه الدراسات في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب وتعزيز أسس الحوار بما يحقق التقدم والتطور للمجتمع وإسهامها الفاعل كذلك في تشكيل الأسس التي تستند إليها التوجهات والاستراتيجيات نحو التنبية والأمن والاستقرار وشار سموه إلى مواصلة العمل على تعزيز الاهتمام بالدراسات البحثية بما يسهم في رفض منظومة البحث والتطوير ويحقق التقدم والنماء جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد الدكتور جون تشابمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط حيث نوه سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما حققه المعهد من نجاحات متواصلة في الإعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة بما أسهم في مواصلة تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليبي والدولي من جانبه أعرب المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار